قدر مسؤول أمريكي لصحيفة وولستويت جورنال أن عدد المحتجزين الذين مازالوا على قيد الحياة أقل من التقديرات الرسمية في إسرائيل ووفقاً للمصادر فمن المحتمل أن يكون هناك حوالي 50 محتجزاً مازالوا على قيد الحياة من بين 120 أي أن حوالي 70 منهم ماتوا بالفعل ذلك مقرنة بالبيانات الرسمية التي نشرتها إسرائيل والتي تفيد بوفاة 43 محتجزاً في الأسرة كما رفضت واشنطن وتل أبيب التعليق على الأرقام الواردة ولم تعلق حماس أيضاً لكنها قالت للوسطى أنها لا تعرف عدد المحتجزين الذين مازالوا على قيد الحياة